موسيقى متصف الليل بتوقيت القدس الشريف ساعة إخبارية مفصلة من الميادين نبدأها بالعناوين موسيقى في صورة غير مسبوقة في الحروب مع إسرائيل المقاومة الإسلامية في لبنان تكشف عن استهداف قبة تجسسية في موقع جل العلام بأسلحة صاروخية خاصة موسيقى لقاء عشرات الشهداء في جريمة إبادة جماعية جديدة في حي الزيتون والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية في محاول التوغل بغزة موسيقى ترقب لقرار محكمة العدل الدولية اليوم بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية وفض المحامين الدوليين يقدم دلائل للجنايات الدولية تؤكد ارتكاب إسرائيل الإبادة موسيقى بغداد تعلن الاتفاق مع واشنطن على بدء الخفض التدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء مهمته العسكرية ضد داعش موسيقى ومعركتنا لإسناد الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان على غزة مستمرة قائد حركة أنصار الله يؤكد أن المعركة مستمرة حتى يصل الغذاء والدواء إلى غزة ويعتبر سلوك الأمريكي والبريطاني تهديدا للملاحة الدولية في البحر الأحمر الداخلية والكويتية تعلن إحباط مخططا لخلية إرهابية لاستهداف دور عبادة شيعية وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي نبدأ من لبنان وفي تطور بارز وصورة غير مسبوقة في الحروب مع إسرائيل أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف قبة تجسسية في موقع جل العلام الإسرائيلي في القطاع الغربي بأسلحة قالت إنها صاروخية خاصة نشاهد الفيديو ترجمة نانسي قضاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا من جنوب لبنان خبير بشؤون العسكرية دكتور محمد عباس مرحبا بكم نقرأ في هذه الصورة واهميتها وايضا مستوى الكشف الذي قررت المقاومة الاسلامية في لبنان ان تعلن عنه من خلال هذا الاستهداف وهذه الصواريخ الخاصة التي شاهدناها اشتركوا في القناة صواريخ كورنات بس صواريخ كورنات بعيدة المدى نسبيا يعني من 18 كيلو متر صاروخ الكورنات عادة 4-5 كيلو متر دربوا قاعدة ميرون بصواريخ كورنات موجهة صواريخ الكورنات عادة موجهة لايزيريا اما الصاروخ اليوم هناك صواريخ لدى الايرانيين صواريخ اخكر هي صواريخ موجهة تلفزيونيا هذا الصاروخ اخكر او غير اخكر يعني هو يستطيع هو نوع من انظمة توجيه الصواريخ باستخدام كاميرا تلفزيونية مركزة في رأس الصاروخ وهي ترسل اشارتها الى منصة الاطلاق حيث يقوم المقاتل الذي يوجه الصاروخ بمراقبة وتوجيه الصاروخ باستخدام بث على شاشة تلفزيون امامه ويرسل التصحيحات على رابط تحتكم راديوي يعني عندما يطبق الصاروخ الصاروخ يلطقت الهدف ويستطيع الموجه عند منصة الاطلاق من خلال الشاشة امامه من خلال يعني يستطيع تصحيح توجيه الصاروخ باتجاه الهدف وهي يمكن هذا الصاروخ ان يطلق من منصة على الارض او ممكن ان يطلق من خلال مسيرة وصاروخ اخر هو صاروخ ايراني يعني انا اعتقد هذا من ضمن الصواريخ الموجهة تلفزيونيا اما باقي الصواريخ هي موجهة ليزيريا هو هذا الصاروخ يمكن ان يطلق من الارض باتجاه وهو شبيه بصاروخ كروز يعني عمليا له محرك توربيني شبيه بصاروخ بركان بس صاروخ بركان غير موجه يعني يتم التزديد به واطلاقه بعد انطلاقه له صاروخ توربيني هو الذي يوجهه باتجاه الهدف ولكن توجيه غير دقيق ما الذي يعني نحن الآن مثل هكذا كشف على المستوى المواجهة ما الذي يضيفه او اي تحول نرصده نفهم منك يعني الصواريخ مثل هكذا الصاروخ كان واضح في اشارة يعني للحائط الذي يؤدي الى يعني ان نرى لا تستطيع المقاومة ان ترى الهدف بشكل واضح هذا الصاروخ استطاع ان يحلق فوق الحائط وبالتالي الوصول الى الهدف واصابته بدقة هذا نريد ان نقف عنده اي تحول على مستوى الكشف بالنسبة للقدرات السلاح للمقاومة الاسلامية في لبنان وما الذي قد يضيفه ان كان على المواجهة الحالية او اذا ما كنا نرصد مواجهة اوسع من ذلك يعني كنا نتحدث عن صاروخ تسديد منحني الآن امام شكل مختلف صحيح صحيح نحن هذا السلاح هو نوع من انا تقديري هو نوع من صواريخ الكروز الموجهة التليفزيونية مثل منا كارث وهذا الصاروخ يستطيع اصابة الهدف دون ان يكون مرئيا بالعين المجرد كما كحال صواريخ الكورنات صواريخ الكورنات يجب ان يشاهد الرامي من خلال الشاشة امامه الهدف اما في هذه الحالة فبعد اطلاق الصاروخ باتجاه تقريبي باتجاه الهدف يستطيع الصاروخ من خلال الكاميرا المثبتة في رأسه ومن خلال الاتصال الرادوي مع منصة الاطلاق يستطيع الرامي عندها ان يشاهد الهدف عبر الشاشة ثم يوجه الصاروخ باتجاه وسط الهدف يعني هذا تطور كبير جدا وهذا طبعا رسالة للعدو يعني هذا ما كشف عنه طبعا المقاوم التمثلك أنا بتقديري اسلحة بكرة يعني غدا ستكون اكثر مفاجئة للعدو اكثر مدى واكثر تدليرا هذا تستطيع اصابة اهداف غير مرئية بالعين المجرد هل هناك اي دلالة للتوقيت سيادة العميد ان تقرر المقاومة وهي يعني تدرس دائما ما تفرج عنه خصوصا على مستوى القدرات التي تمتلكها ونوعية السلاح هل هناك اي دلالة للتوقيت لمثل هكذا كش طبعا التوقيت ونوعية الاهداف اولا التوقيت نحن نشوف تطور بعملية استخدام الاسلحة من جاء اخرى العدو اخلى مواقعه الامامية المرئية من قبل المقاومة المرئية بالعين المجرد ابو واسف النواضير اخلىها المناظير العسكرية اخلىها الى الخلف فبعض الاهداف ليست كل الاهداف مرئية اذن اثبتت المقاومة ان لديها اسلحة قادرة على استهداف الغير مرئية يعني المحجوبة بواسطة وراء القمم او الطلال او وراء السواتر التي تحجب الرؤية خاصة انه ليس كل المواقع الاسرائيلية مرئية من الجانب اللبناني هذا طبعا لم يعد هناك هدف غير قادر المقاومة على ضربه واصابته باستخدام ما لديها وهذا هذا النوع من الصواريخ الذي يظهر لأول مرة وكنا شاهدنا ايضا انه في قبة في جانب القبة التي تم استهدافها هي متعرضة ايضا لاستهداف وهذا يعني ربما العملية كانت اوسع من ذلك ماذا يمكن ان نقول عن ان تصل هذه الصواريخ وحددت في دوائر في اكثر من موقع بعضها مستهدف وهذا ايضا يستهدف كقبة تجسسية امكانية تحديد المواقع واستهدافها ماذا يمكن ان نقول هنا عن الاخفاق بالنسبة يفترض يكون في منظومات دفاع لا صحيح لانه اولا صواريخ الكروز يصعب يصعب التصدي لها يعني انا تقديري اذا امقدر اذا كان صاروخ الكروز اطلق من منصة اطلاق على الارض او من كلال مسيرة هذا الصاروخ يصعب لان يصعب استهدافه بالاسلحة المضادة للاشتام الطائرة لانه يطير على ارتفاع منخفض عادة كصواريخ الكورنات ايضا هو يطير على ليس كالصاروخ الباليستي الصاروخ الباليستي يتبع قواعد فيزيائية يعني هو يخرج يخضع لقانون الفيزياء هو عمليا يطير بشكل منحني اما هذا الصاروخ فهو يعني يتم التحكم به اما الصاروخ الباليستي لا يمكن التحكم به بعد اطلاقه لانه عادة يطلق بزاوية محددة ويسقط بزاوية اخرى ويخضع لقواني الفيزياء الجددية وغيرها طبعا شفنا نحن اليوم التركيز عندما قصف جل العلام قصفت الاعمل المرئية بواسطة الصواريخ المضادة للدروع ثم قصف جل العلام ايضا بصواريخ منحنية صواريخ كاتيوش ولكن هذا قصف عام قصف شامل هناك مستطيل تبدد للقضائف التي كانت تطلق القضائف المدفعية او الصواريخ اما اليوم فهو استهدف القبي بحد داته يعني اي هدف مهما صغر حجمه حتى لو كان بضعة امطار عشر امطار خمس امطار هذا الصاروخ يستطيع اصابته اذا نحن امام صاروخ لم يعد هناك اهداف غير قادر المقاومة على ضربها هذا جل العلام اريب يعني عمليا اريب من المواقع التي تطلق منها المقاومة انا اعتقد هناك ستظهر صواريخ اخرى وقد تطلقها المقاومة صواريخ موجهة تلفزيونيا من نوع مثلا صاروخ اختر الايراني هو هذا اهم صاروخ انتج عام 2019 بشكل كبير واعتقد ان المقاومة كما تمتلك مسيرات شاهد وغيرها هي تمتلك هذه الصواريخ التي يمكن اطلاقها اما عن منصة اطلاق واما من خلال طائرات مسيرة اذا نحن امام صاروخ موجه بكاميرا ويتم التحكم به عن بعد نعم نحن امام صورة وامام كشف كبير على مستوى نوعية السلاح والقدرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي بالنسبة لإسرائيل ونختم وإياك نحن امام رسالة الردعية هنا لسيما مع ما يعني ينقل خصوصا من تهديدات للبنان وما إلى ذلك اين يضع المواجهة مثل هكذا كشف وما الذي قد يفتحه من آفاق لتصور إسرائيل لما يمتلكه حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان طبعا عندما تظهر المقاومة كل يوم سلاحا جديدا وسلاحا أكثر فعالية وأكثر كديرا هذا يشكل عام الردع للعدو لأنه طبعا العدو يخشى المفاجآت وهي دي كل يوم تظهر مفاجأة لدى المقاومة ساروخ الكورنات العشر كيلومتر وكان مفاجأة اللي قصفت به قاعدة نيرون واليوم هذا صاروخ جديد يعني دائما العدو يخشى ما لا يعلمه ما ما يجهله وهو موجود عند المقاومة هو لا يعلم بالتحديد ما هي نوعية الأسلحة التي تمتلكها المقاومة عندها لا يمكن للمقاومة أن تظهر من اليوم الأول أو بعد أشهر أو بعد أشهرين كل ما تتركه هي تتركه للمعرك الكبرى إذا اندلعت المعرك الكبرى شكرا جزيلا لك هي التي تفرض على المقاومة ظروف الميدان الأسلحة التي تخرجها المقاومة بين المخازن وتطفقها على العدو دكتور محمد عباس الخبير في شؤون العسكرية ضيفنا من جنوب لبنان شكرا جزيلا لك أكدت وزارة الصحة في غزة استشهادة نحو 25 فلسطينيا وصبت 150 آخرين في قصف إسرائيلي على مواطنين في أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية بدوار الكويت شرق حي الزيتون بمدينة غزة وأوضح مراسل الميدين أن دبابات الاحتلال أطلقت القذائف ورصاص المباشر على المدنيين بعدما حاصرت المنطقة بما أفادت وزارة الصحة بأن عدد الشهداء في المجزرة مرشح للزيادة بعد وصول عشرات الإصابات الخطرة إلى مجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع الفصائل الفلسطينية دانت الجريمة الإسرائيلية الجديدة وصفتها في بيان بجريمة الحرب مكتملة الأركان وقالت إنها استمرار لجرائم إسرائيل في التطهير العرقي والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بيان الفصائل دع الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال على جريمته وكذلك الجرائم التي يرتكبها في تأخير المساعدات إلى غزة وينضم إلينا من قطاع غزة الصامد تحديدا من جنوبه في رفح زميننا مراسل الميادين أحمد غانم أحمد والذي حملته الساعات الأخيرة حملت مزيد من الغارات الإسرائيلية ومعها حصدت المزيد من أرواح المدنيين العزة لاخر الغارات استهدفت منزلا في منطقة المثيرات لعائلة الرواغ ارتقى فيه أحد عشر شهيدا وكذلك عدد من الإصابات فضلا عن ارتقاء شهدين في استهداف منزل آخر في حي الزوائد وسط قطاع غزة أما الحدث الأبرز فهو طبعا والأفضر وهو استهداف إسرائيل بالمدفعية لمجمع ناصر الطبي مستشفى ناصر الطبي في غرب مدينة غرب مدينة هذا المستشفى بشكل مكثف بالقذائف المدفعية حيث تساقطت الشظايا بشكل كبير للغاية في المستشفى وكذلك أيضا طائرات الكواد كاتر تحلق فوق المستشفى وتطلق النار على جدران هذا المستشفى وقد وقع عدد من الإصابات هذا اليوم شهد أيضا عملية استهداف للجدار الغربي لمستشفى ناصر المطلع على واحد من أهم الشوارع الرئيسية في خان يونس وهو شارع أو ما يعرف بشارع الظهرة لذلك يعني وزارة الصحة حذرت من مغبة ارتكاب إسرائيل لمجدرة جديدة داخل مجمع الشفاء الطبي طائرات الكواد كاتر تمنع بالنار أي شخص من الدخول أو الخروج تمنع أي أحد من الدخول أو الخروج من مجمع ناصر الطبي بقوة النار وقد أغارت خلال طائرات خلال الساعات الماضية على محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر العمليات الإسرائيلية العدوانية تتركز في معسكر خان يونس من الناحية الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس حيث جرف الاحتلال الإسرائيلي اليوم تبقى من مقبرة هذا المخيم وبحسب مصادر مينانية فقد اختطف الاحتلال الإسرائيلي مزيد من جثامين الشهداء الذين دفنوا حديثا في هذه المقبرة هذا مؤشر على عجل الاحتلال الإسرائيلي وإرباكي فهو يبحث في كل مكان عن جثامين أسراء أنه يلقي رامية مناشير طبعا من السماء من الطائرات باتجاه مناطق عديدة يطلب من سكان القطاع أي معلومات أو مساعدة ما يعرف بين قوسين بجيش الدفاع الإسرائيلي عن أي معلومات حول أسراه طبعا هذه المناشير تلقى في مناطق واسعة من أو قطاع ولسيما في مناطق شرقي رفح بالإضافة إلى مناطق خانيونس حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملية استهداف منطقة وسط خانيونس وكذلك شرق خانيونس بالإضافة إلى أكثر المناطق المستهدفة هي المناطق الغربية حيث يواصل جيش الإسرائيلي محاصرة أربعة أو خمسة مراكز للإيواء تضم يزيل على ثلاثين ألف نسمة هذا اليوم شهدنا أيضا مجزرة مروعة بحق المئات من النازحين أو المواطنين في مناطق في منطقة جنوبية مدينة غزة بالقرب من دوار الكويت لما كانوا ينتظرون دورهم للحصول على طبعا المساعدات علما بأن سكان مناطق شمال القطاع يعانون مجاعة حقيقية الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر كتلة لحم بشرية ارتقى في هذا القصد شهيدا وكذلك أيضا زميدنا أحمد غانم مراسل ميدي كنت معنا عبر الهاتف من رفح في جنوب القطاع الصامت أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه خلال أسبوع أجهز مجاهد القسام على 53 جنديا إسرائيليا وأوقعوا العشرات بين قتيل وجريح ودمروا 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا وفي بيان له أعلن أبو عبيدة نسفة أربع منازل وتفجير مدخلي النفقين وحقل ألغام بجنود الاحتلال عاد عن إسقاط طائرتين استطلاع من طراز سكايلارك والاستيلاء على ثمان طائرات درون كما أكد ذك الحشودات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في محاول اطتال كافة وإطلاق رشقات صاروخية إلى داخل الكيان الخلافات الداخلية التي تعصف بإسرائيل على خلفية الحرب على غزة تزداد حدة مع مرور الوقت وأخرها حرب لجال التحقيق بين المستويين السياسي والعسكري وتحذير الأخير من انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية منال إسماعيل إلى المراوحة في الميدان مع غياب الإنجازات العسكرية في غزة وخلافات الأقطاب السياسية الإسرائيلية بشأن اليوم الذي سيالي الحرب على غزة بلغت الخلافات بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي ذروتها خلافات انعكست أولا في قرار مراقب الدولة غير العادي بحسب وصف محللين إسرائيليين بفتح تحقيق شامل في خضم الحرب حول إخفاق الجيش الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى ما عدته القيادتان العسكرية والأمنية يخدم أهداف رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو المتمثلة بتحويل النيران والانتقادات إلى الجيش الإسرائيلي ومن هنا عكست رسالة رئيس هيئة الأركان العام هيرتسي هاليفي ذروة المواجهة بين قيادة الجيش الإسرائيلي ومراقب الدولة في مكتب مراقب الدولة رفضوا الاستجابة لطلب الجيش تأجيل تسليم وثائق ومواد أخرى لإجراء تحقيق شامل ولذلك جاءت لسالة رئيس الأركان التي قال فيها إن تطقيق خلال القتال سيحرف انتباه القادة ويضر بقدرة التحقيق العملاني والسؤال المطروح هو من سيتنازل أولا وإلى جانبي تعمدي بعض أعضاء الكنيسة والوزراء توجيه سهام الانتقاد مباشرة إلى رئيس الأركان يبرز موضوع الضفة الغربية حيث بصورة استثنائية خرجت جهات في المؤسسة الأمنية والعسكرية ضد الحكومة واتهمتها بأنها بقراراتها التي تؤجج الأرض ستؤدي إلى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية مسألة الضفة هي نقطة جوهرية لأننا منذ أشهر نعيش في معادلة بين غزة وحزب الله وتاليا تكون الضفة من الساحات الأقل تركيزا ودخول ساحة الضفة حيث نحن أقل استعدادا إلى المعادلة يخرق الميزان الاستراتيجي ويخلق أمامنا تحديا جديدا بعدم الوصول إلى تصعيد هناك محللون قالوا أنهم في هيئة الأركان العامة يشعرون بقلق حقيقي إذا أتحويل انتباه الضباط عن القتال في غزة وإذا أتسارع حروب الجنرالات على خلفية سياسية منال إسماعيل الميادين عشية أصدار محكمة العدل الدولية قرارها بشأن دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية وفي ذو المحامين الدوليين يقدم دلائلة لمحكمة الجنايات الدولية تؤكد ارتكاب إسرائيل الإبادة ويتوقع اتخاذ المحكمة إجراءات ضد إسرائيل تقرير موفد الميادين إلى لاهاي مصحصي دلائل قاطعة قدمها فريق المحامين الدوليين إلى مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي تثبت بما لا شك فيه ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة المحامون قدموا 15 ملفا مقرونا بوثائق حسية ومنها أممية طلقفها مكتب المدعي العام وضمها إلى تحقيقات بدأها المكتب المحامون خرجوا من لقائهم متفائلين بالمسار القانوني لمحكمة الجنايات أعتقد أن إسرائيل وحلفاءها من الديمقراطيات الغربية لم يفهموا حتى الآن أن هناك تحولا كبيرا في الولايات القضائية للمحاكم الدولية وأن الانتهاكات خطيرة جدا إذ لا يمكن لهذه المحاكم أن لا تستجيب للقوانين الدولية سنرى ما سيصدر عن محكمة العدل وبالنسبة إلى محكمة الجنايات فالعمل جار على قدم وساق وبالتأكيد ستتخذ إجراءات أتمنى أن يكون هناك بالقريب العاجل هناك طلبات من مكتب المدعي العام بناء على التكييفات القانونية التي سوف يقوم بها لملاحقة بعض القاضى الإسرائيليين المتورطين بالجرائم سواء جريمة الإبادة أو جريمة الحرب أو جريمة ضد الإنسانية استنادا إلى توقيع إسرائيل على قانون الإبادة فهي مجبرة على الموافقة على قرار المحكمة الدولية ولكن حتى لو رفضت التطبيق فإن القرار يعد انتصارا استثنائيا لفلسطين وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تترأس وفد بلادها أمام محكمة العدل الدولية عقدت سلسلة اجتماعات في محكمة الجنايات الدولية المحامون الدوليون عدوا الخطوة دعما لمسارهم في السعي لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بموازات تحرك جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يأمل المحامون الدوليون واستنادا إلى الدلائل التي قدموها هنا أمام محكمة الجنايات الدولية أن تبدأ هذه المحكمة قريبا في مسار تصطير الدعوات إلى محاكمة المسؤولين عن الإبادة لكنهم قلقون كثيرا من الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الحليفة لإسرائيل موسى عاصي من أمام مقر محكمة الجنايات الدولية في لهاي الميدي وينضم إلينا المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عبد المجيد مراري منضمن إلينا من باريس مرحبا بكم شاهدناكم وأنتم تشاركون في هذا المؤتمر ما بعد تقديم هذه الأدلة التي اعتبرتموها جديدة وتساعد في إدانة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية بالإبادة الجماعية تسمح لنا قبل الخوط في تفاصيلها إذا كان لديكم أي معطيات أو ترقب وتوقع لما قد يصدر غدا عن محكمة العدل الدولية سيما وأنه في الغد سيكون القرار مرتبط إذا ما ستصدر قرارا بوقف إطلاق النار ما المرتقب غدا وما أهمية والاعتداد بهذا القرار إذا صدر بهذا الشكل نعم تحية لك السيداتي في البداية ولمشاهدين القناة أعتقد أننا نحن متفائلون أن هناك سيصدر غدا سيصدر قرارا وقتيا مهم جدا ستكون ملحمة قضائية كما عبرنا عن ذلك من قبل وأن القرار سيكون في اتجاه أمر إسرائيل بوقف الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها ووقف اعتداءتها ووقف إبادتها الجماعية في حق السكان قطاع غزة واستماح لدخول مساعدة الإنسانية إليها هذا هو القرار الذي ننتظره التالي هو انتصار للعدل وانتصار لسكان قطاع غزة وأي عاقل وملم بأدنى معالم المرافعات القضائية سيخرج بهذه القناعة بناء على مرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا والتي كانت مرافعة قانونية رفعة وقوية جدا مسندة باتفاقات دولية وببنوط قانونية استنطقوا نصوصها واعتمدوا روحها للمرافعات في حين نغام كل هذا في مرافعات ممثلة الاحتلال أمام المحكمة العديد الدولية لماذا سيكون قرارا مختلفا ربما مع أي قرار المحكمة أخرى إذا بالفعل صدره لوقف إطلاق النار ويفترض أن يحال لمجلس الأمن الدولي لتنفيذه نعم سيكون مختلف بداية لنصادر على أكبر جهة قضائية دولية وهي محكمة العديد الدولية وهي أكبر جهة المستوى الدولي لا نمتلكه محكمتين ولذكر محكمتين نقول بأن هذا القرار سيكون قرارا نهائيا بات حائزا لقوة شيء مقضي به كما نقول بمعنى أنه قابل للطعن على مستوى هذا من جهة من جهة أخرى ليست محكمة العديد هي من ستحيب قرار إلى مجلس الأمن كي بعد ذلك مجلس الأمن يأتي بالفيتو الأمريكي الذي أصبح بالأسف السديد أصبح هذا المجلس رهينة في الولايات المتحدة الأمريكية كي يأتي الفيتو ويلغي هذا الحكم على الإطلاق تماما ليس هكذا الدولة التي حكمة لصالحها هي التي إذا لم يتم تنفيذ هذا القرار أو هذا الحكم هي التي يحق لها موجب مادة 94 للمتاق المتحدة أن تلجأ إلى مجلس الأمن فبالتالي أي فيتو أن يكون لن يكون على الحكم أو القرار سيكون على طلب الدولة طلب التنفيذ الذي ستقدم به الدولة التي حكم لصالحها أما حكم المحكمة فهو بات ولا يحق لأي جهة قضائية أن تنقضه أو أن ترده فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي بموجب قناعته وإرادته وقع على اتفاق اتفاق يجريم الإبادة الجماعية وقابلة وأقول قابلة بمحكمة العدل حكما وفيصلا في حالة الخلاف في تفسير بنود الاتفاقية أو الاختلاف في تفسير بنود أو أو انتهاك بنودها وذلك عندما لم يتحفظ المادة التاسعة من هذه الاتفاقية فبتلي وملزم بأن يحترم قرارات المحكمة التي صادقة على ووافقة وقابلة بأن تبت في خلاف أي خلاف قائم بخصوص بنود الاتفاقية وعدم احترام قوعدية مهم جدا الكلام والإضاحات التي تفضلت بها أستاذ عبد المجيد وهي تنير حقيقة لنفهم السياقات والمسارات التي سنراها وأن موضوع سيناريو أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو سيكون مختلفا تماما لا ترفع فيتو أمام ما تعتبره ملفا بخلفية سياسية بصراع دولي سياسي سيكون فيتو بوجه القانون الدولي صحيح إذا ما وصلنا لمثل هكذا مشهد طبعا سيكون فيتو بحق مؤسسة قرار مؤسسة قضائية كبيرة جدا وهذا أمر خطير جدا أنا أعتبر أن محكمة العدل هي على التوازي وعلى نفس المستوى يعني الهرمي مع مجلس الأمن بل أكبر من ذلك كما ذكرت المادة 94 متاقل الممتحدة تعتبر أن مجلس الأمن ولكأنه جهاج تنفيذي لمحكمة العدل بمعنى أنه يأتمر بأحكام وقرارة محكمة العدل فبالتالي العكس سماما مجلس الأمن ينبغي أن يصهر على تنفيذ قرارات وأحكام محكمة العدل وليس أن يصبح معيقا للعدالة الدولية وإحقاق تنفيذ القانون لأنه سيصبح أن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية استعملت الفيتو عندما ستطلب وجنوب إفريقيا تنفيذ الحكم وتستعمل الولايات المتحدة الأمريكية أن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تكون تحمي المجرمين وتحمي بل تضرب معرض الحائط مبلأ عدم إفلاق الجنات من العقاب وبهذه الحالة ونؤكد ما قلنا سابقا في بيان أن تصبح مولايات المتحدة الأمريكية تهديد حقيقة مبدأ حماية السلم والأمن الدوليين في العالم فبالتالي هي التي تهديد السلم والأمن الدوليين وليس أي جهات أخرى دولة تعتبر بهذا الإطار كما تقول دولة مارقة تخرج على القانون الدولي طيب نريد أن نستفيد أيضا من المعطى الجديد ولسيما أنه يبدو أن حتى ملف المقدم من قبلكم مجموعة من جيش من المحامين الصحة التعبير من المئات أمام الجنايات الدولية هذا الملف يبدو بشكل أو بآخر دعما حتى من المسار الذي نراه في محكمة العدل الدولية ما هو الجديد الذي تمت إضافته على الملف وبالتالي قد يجعل الملف ليس فقط أقوى وإنما قد يكون في حيوية حتى في مسار سلكه يعني وصولا إلى قرار في محكمة الجنايات الدولية أول شيء الجديد في هذا الملف هو تلك الأدلة التي قدمناها الاعتبار أن الشكوى التي تقدمنا بها في التاسع من نوفمبر من 2023 وهي الشكاية التي تقدمنا بها والجتماع الذي تلاها مع قسم التحقيقات وقسم التحايا وقدمنا أدلة من ما يزيد على 3000 صفحة بالإضافة إلى الروابط وتشجيلات وفيديوهات معتملة من قبل الأمم المتحدة وخبراء الأمم المتحدة بحيث أنها أعطيناها وأضفينا عليها صبغة مقبولية عندما صادق عليها خبراء الأمم المتحدة ووجدنا عدد من هذه التوتيقات مرتبطة ب15 عنوان كبير أو قضية كبيرة على رأسها قضية قتل المدنيين العزل استهداف القطاع الصحي والمجتشفيات استهداف المقابر مسألة التسلح استهداف المخابيز استهداف البنيات التحتية استهداف المؤسسات المدنية بما فيها المدارس ومدارس ومؤسسة العلور والتابعة الأمم المتحدة وغيرها من محاور الكبرى والكل محور فيه مئات من الصفحات طبعا ووجدنا بعدها الأدلة وجدناها بين المحكمة الجنية الدولية وبعضها كانت في حاجة إليه سلاحة المحكمة الجنية الدولية اعتبرته قيمة إضافية تدفع باتجاه إتمام التحقيقات التي ابتدأها حتى أؤكد هذه النقطة وهذه النقطة لكل العلم أن وجدنا فريق تحقيق تقدم كثيرا في كل إجراء التحقيق التي يقوم بها الآن استمع إلى عدد كبير من الشهود استمع إلى عدد كبير من الضحايا وأهالي الضحايا تنقل إلى عدد من الدول المجاورة لقطاع غزة ولفلسطين عموما وعقد اجتماعات عمل هناك طلعنا على ذلك وأخبرنا بهذا بهذا الأمر فبالتالي وجدنا محكمة جنائية مجدة صراحة في تعطيها مع كل الشكايات والدعوى التي أدخلت عليها نحن من الأقل الدعوى التي أدخلناها تنتفع معها بشكل إيجابي جدا لا يوجد أي تعطيل أو ربما مماطلة هناك البعض تحدث بأن البداعي العام للمحكمة الجنيات الدولية كريم أحمد خان يتعرض ضغوط سياسية لسيما الولايات المتحدة الأمريكية يدفع بشكل أو بآخر إلى أن نرى نوع من المماطلة في السير بالقضية التي رفعتموها وبعض عقد مقارنات مع سرعة التعامل مثلا بملف مرتبط بأوكرانيا والرئيس الروسي والملف الذي رفعتموه الآن أنتم تتحدثون عن مسار طبيعي في محكمة الجنيات طبعا نحن كنا من المنتقدين السيد المدلعي العام واختلفنا معه في مسألة الذهاب إلى مستوطنة الإسرائيلية بل وجهنا رسالة صريحة للسيد المدلعي العام على أننا يمكننا أن نستعمل المدى 51 و52 من المتاق من القانون الأساسي للمحكمة التي تحجي التقى عن القضاة وعن المدلعي العام لكن بعد ذلك فكرنا في فريق القانون بعد الشماء طويل صراحة نعقدنا أنه نعطي الأولوية لسل الأشخاص للجنائية الدولية وبالفعل أكدت لنا محكمة للجنائية الدولية نتيجة هذه الضغوط والرسائل والمكالمات التي تجري تقريبا شبه يومية مع فريق التحقيق على أن هناك إصرار حتيت من المحكمة من أجل إحقاق العدلة وكلام سيد المدلعي العام على معبر ربح بأن حق لأهل غزا وصوك نتجن حق في العدلة نراه صراحة من خلال تحرك عدد من المحققين التابعين للجنائية الدولية في عدد من الدول وتوجههم إلى عدد من الدول وتنقلهم أعطينا اليوم كذلك اليوم هذه نقطة مهمة تقدمنا بلائحة بأسماء وأرقام هواتف لمجموعة شخصيات كانت محكمة الجنائية الدولية تود أن تستمع إليهم كشهود وكشعادات إضافية نوعية لاعتبر أن تلك الشخصية هي شخصية مهمة جدا سواء على المستوى الطبي أو العلمي أو على المستوى القانوني فيهم قطاع وغزراء سابقون مدرأ مستشفيات مدرأ جامعات وغيرهم فبالتالي هذه نقطة مهمة جدا كذلك نورنا بها محكمة الجنائية الدولية ما هو المدى الزمني المتوقع لمثل هكذا محاكمة وسيما أنه في مرفوع في 2014 قضية من السلطة الفلسطينية محكمة الجنائية الدولية ولم يتم حتى الآن بتها وبالتالي متى يمكن أن نقول أنا أمام مسار زمني طبيعي لمثل هكذا قضايا أمام الجناية الدولية التي تنظر برفع قضايا ضد أشخاص على خلاف محكمة العدل الدولية بين دول ترفعها ضد دول وبالتالي هل هناك شخصيات تحاكمونها أم كقرار يعني إسرائيلي طبعا الشيكوية التي تقدمنا فيها 9 نوفمبر قدمنا لائحة بأسماء نطالب إصدار مذكرات توقيف حقها على نفس المستوى على المذكرات التي صدرت في حقه في النزاع الأوكراني الروسي الذي لم نفهم كما قلت عبرت عدة مرات أنا لا أفهم الأساس القانوني الذي سند إليه المددين العام في تلك المذكرات التي صدرت في حقه رئيس الروسي كوتين ووزير الدفاعي فبالتالي طالبنا بأن يتم معاملة الأقل الملف الفلسطيني على نفس المستوى وأن لا تكون ازدواجية معايير في ذلك هذا من جهة من جهة أخرى لا إحلة تقدمنا بها يتضم رئيس الوزراء وعدد من دوباط السامون ونافهم وزير الدفاع ورئيس أركان وعدد من الوزراء في أعضاء الحكومة كذلك ثم عدد من الشخصيات الأخرى داخل نسق السياسي صرحوا تصريحات خطيرة جدا تدعوا إلى الإبادة الجماعية وتحريض عن الإبادة الجماعية وجرائي من حرب وشعبت الإنسانية هذا من جهة من حيث المدد المدد والأجالات داخل محكمة الجناعي الدولية غير محددة صراحة فبالتالي يبقى الأمر على مرتبط بمسألة سير سرعة سير التحقيقات احتلال إسرائيلي يعيق دخول فريق التحقيقات التوجه إلى غزة تقريبا أصبح حسب المستحيل حسب ما بلغنا اليوم توجه الآن حتى مع بر رفح يعني الآن لا يتم السمح للمحقيقين أن يدخلوا إلى مع بر رفح فبالتالي نحن نبحث عن دول بديلة تستقبل الضحايا ويلتقيها الخبراء المحقيقين هناك وهذا ما يحدث الآن الآن الخبراء تحقيقات كلها تحدث في بعيد على غزة لكن توتيقات الجرائم هي بين يديهم الآن هي بين يديهم التوتيقات والفيديوهات ونكمل هائل من فضاع التي تختم هناك هي كلها بين هذه المدة العام الجنائية الدولية أشكرك جزيلا شكر أستاذ عبد المجيد مراري المحامي والنشط الحقوقي على هذه الإحاطة حقيقة المفيدة جدا ضيفنا من العاصمة الفرنسية قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن اجتماعا وصفته بالمصيري سيعقد نهاية الأسبوع المقبل في إحدى العواصم الأوروبية سيجمع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وقطريين ومصريين القناة الإسرائيلية لفتت إلى أن الخطة الأحمر الإسرائيلية حتى الآن هو عدم وقف الحرب في حال التوصل إلى صفقة لإطلاق صراح الأسرة في المقابل عرضت القناة شروط حماس التي سيناقشها كبينة الحرب وهي هدنة من عشرة إلى أربعة عشر يوما قبل إطلاق صراح الأسرة إطلاق صراح مئة أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي في المرحلة الأولى وقف إطلاق النار لمدة شهرين بين مرحلة وأخرى إضافة إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ووقف إطلاق النار شدد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على أن الحركة تتعامل بكل جدية مع مقترحات الوسطاء وأفكارهم بشأن وقف العدوان الشامل وتبادل الأسرة وجددت تأكيد أن الفرصة الوحيدة لعودة الجنود الأسرة لدى المقاومة أحياء إلى أسرهم ستتحقق بعد توقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني تتابع حركة حماس باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته مشكورة دولة جنوب أفريقيا إلى هذه المحكمة لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة وفي ضوء متابعتها تعلن حماس موقفها والذي يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي في حال صدور القرار عن المحكمة في لهاي بوقف إطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك ثانيا ستقوم الحركة بإطلاق صراح الأسر الصهاينة المحتجزين لديها إذا أطلقت دولة الاحتلال صراح الأسر الفلسطينيين المعتقلين لديها جميعا أعلنت الخارجية العراقية الاتفاق مع الولايات المتحدة على بدء الخفض التدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق وأنهاء المهمة العسكرية الاتحالف ضد داعش كذلك أعلنت الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتصق مع رؤية الحكومة العراقية أكد العراق التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل يرجاء البلاد وبالحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد وزير الدفاع الأمريكي رويد أستن قال في بيان أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستمكن الطرفين من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة ولفت إلى أن مجموعات عمل من الخبراء العسكريين والدفاعيين ستدرس ثلاثة عوامل رئيسية هي التهديد الذي يمثله داعش والمتطلبات التشغيلية والبيئية ومستويات قدرة قوات الأمن العراقية وستقدم المشورة اللجنة بشأن تطور الأكثر فعالية لمهمة التحالف ضد داعش أفاد مراسل الميادين بسماع دوي انفجار في محيط تشامتامال في السليمانية بإقليم كردستان العراق هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق بالطائرات المسيرة وأنها نفذت قصفا بالطائرات المسيرة على هدف في ميناء أزدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونشرت مشاهد من العملية وأكدت استمرارها في دك معاقل الأعداء نصرة لغزة أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الموقف الأمريكي هو السبب الأساسي في استمرار الإجرام الصهيوني وفي كلمة له لفت إلى إصرار واشنطن على أن يبقى قطاع غزة في حال حصار تام وأن يبقى معبر رفح مغلقة الأمريكي هو الذي يقف وراء استمرار الإجرام الصهيوني ووراء التخاذل الدولي والموقف الضعيف على المستوى الدولي وعلى مستوى المؤسسات الدولية وعلى مستوى الدول العربية هو يشارك بكل ما تعنيه الكلمة في الإجرام الصهيوني بجذائفه بصواريخه بجنابله التي تدمر مساكن الفلسطينيين وتقتل الشعب الفلسطيني في غزة وهو أيضا يرسل من ضباطه من يشاركون في إدارة الإجرام الصهيوني بحق أهل غزة وهو أيضا يهدد ويتوقد من يساند الشعب الفلسطيني ومن يتعاطف مع الشعب الفلسطيني وهو أيضا يجمد من يطيعه من الدول والأنظمة والحكومات يجمدهم حتى عن تقديم العون على المستوى الإنساني ويمنع وصول الغذاء والدواء إلى أهالي غزة سيد الحوثي شدد على أن نتائج العدوان ستكون عكسية على الأعداء في التكلفة وفي توتير الوضع وتوسيع الصراع وتهديد الملاحة البحرية مهما كانت تصعيد الأمريكي والبريطاني ستكون نتائجه عكسية لن يؤثر على قرارنا نحن مصممون على هذا القرار وهذا الموقف ولن يؤثر على إرادتنا وعزمنا نحن في عمل مقدس نعتبره جزءا من جهادنا في سبيل الله سبحانه وتعالى ولن يؤثر على قدراتنا العسكرية بل نحن نطورها باستمرار ونحن نأخذ احتياطنا ولسنا جديدين على مواجهة التحديات الحربية والقتالية نحن نستهدف بكل وضوح السفن المرتبطة بإسرائيل وبهدف إيصال المواد الغذائية إلى الشعب الفلسطيني ومن الإجرام الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية والإجرام الصهيوني بحق سكان غزة والعذوان الأمريكي على بلادنا لا مستند له لا يستند إلى أمم متحدة ولا إلى مجلس آمن ولا إلى أي شيء وما يقوم به هو البريطاني هو الذي يمثل تهديدا للملاقة الدولية وهو أيضا انتهاك للسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر والتي لها مياه إجليمية أحبطت وزارة الداخلية الكويتية مخططة لخلية إرهابية استهدف دور عبادة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الوكالة قالت إن رجال الأمن تمكنوا من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي وجرت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم عبر الهاتف من الكويت ينضم إلينا الإعلام والكاتب السياسي سيد حسين جمال مرحبا بكم ما أهمية هذا الكشف وماذا في دلالات التوقيت مرحبا أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة أهميت أن الثلاثة والأنباء تشير إلى أنهم من الجنسية التوقيتية وهناك أيضا عشرين يتم التحقيق معهم والبحث في من لهم علاقة بهم أهميت بأن أيون وزارة الداخلية تحدثت عن الجنسية وكأنك أشرت لجنسية من دولة عربية لم يكن الصوت واضحا عفوا سيد حسين الجنسية التي تشير الأنباء الأخيرة ألا أنهم من الجنسية التونسية وأن عشرين آخرين يتم التحقيق معهم من جنسيات عربية مختلفة وأيضا البحث والتحري عن مجموعات لهم علاقة بهؤلاء الثلاث الذين تم اعتقالهم الأهمية أن وزارة الداخلية يقضى وأن من يحاول يعني زرع الفتنة والإثارة الطائفية في الكويت ليس له مكان وهناك ترحيب كبير لما قامت به وزارة الداخلية من كل الأطراف والأطراف والمواطنين وحتى المقيمين لأن ذلك سيثير الكثير من الطائفية وهناك من يحاول أن يزرع هذه الطائفية في مجتمعاتنا وداعش رغم قمعها في الكويت إلا أنها لا زالت تحاول أن تزرع مجموعات وأفراد تجندهم للقيام بأعمال إرهابية في الكويت هل هناك أي دلالة للتوقيت سيما وأن الكويت ربما مرت بتجارب سابقة لمحاولة العبث في أمنها أو محاولة بث فتنة وقد واجهتها بالتحام وطني كامل بكل مكونات الشعب الكويتي لكن في دلالة التوقيت هل هناك ما يقال؟ يعني لا يوجد أي دلالة في التوقيت إلا أن هذا العمل الإرهابي الذي كان مزمع على العمل القيام بليه هو لزرع الفتنة وإثارة المجتمع الكويتي الذي أنت تعلمين يقف قلبا وقالبا بكل أطيافه إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية هذا يدل على أن هذه المجموعات الإرهابية لها بشكل أو آخر علاقة بأطراف أخرى خارجية الاعترافات الأولية بحسب المصادر هذه المجموعة التي تم اعتقالها كانت على اتصال مباشر مع داعش في العراق وسوريا وليبيا وهذا يدل على أن هذه المجموعات تحاول النيل من أمن واستقرار الدول المستقرة والتي تدعم القضايا العربية الكبيرة ومنها قضية فلسطيني شكرا جزيلا لك أستاذ حسين جمال الإعلامي والكاتب السياسي ضيفنا واتمعنا عبر الهاتف من العاصمة الكويت بعد نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية دائما للمزيد من الأخبار والتقاري إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نت باللغة العربية إضافة لموقعنا باللغتين الإنجليزية والإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي ساعة نختمها ونستأنف على رأس الساعة باستكمال هذه التغطية مع الزميل أيهم بني مارشي إلى اللقاء اشتركوا في القناة